الحقيقة دايما لما بنجي نتكلم عن إنجازات النادي الأهلي وكل ما يخص النادي الأهلي بتكلم عن أن النادي الأهلي دائما ما يكون رقم واحد وهذه هي الحقيقة بالتاريخ وبالأرقام وبكل شيء دايما خلال الفترة اللي فاتت أو ما قبل أن يتم توقيع كل عقود أو معظم عقود الرعاية اللي تم توقيعها مع النادي الأهلي خلال الفترة السابقة كنت دايما بتكلم مع حضراتكم لأن كان هناك بعض المعلومات أنا كنت بجيبها من مصادرنا يعني أن النادي الأهلي سيكون النادي الأكثر توقيعا للعقود مع السبونسرز فلما كنت بقول هذا الكلام وكنت بقول لما كنت بقول إن النادي الأهلي بيعمل كده علشان نفسه طبعا وعلشان كل الأندية لما النادي الأهلي يبقى باثنين مليار جنيه مثلا أو اتنين وشوية أو مليار وشوية زي ما حيطلع يبقى النادي اللي بعده لازم يبقى قريب منه فلما يبقى 400 500 مليون يبقى كويس لأن هناك فارق كبير جدا في كل شيء في كل شيء مش بالكلام ولكن في الأرقام بالأرقام يعني النهاردة تحديدا كنت بتكلم في هذا الأمر إن احنا النادي الأهلي لو قعد خمس سنين ما بياخدش دوري ما بياخدش كاس ما بياخدش بطولة أفريقية ما بيروحش كاس عالم سيظل هناك فارق كبير جدا في الإنجازات وفي الألقام وفي الأرقام وفي التاريخ ما بين النادي الأهلي وأي نادي آخر بعده أي نادي آخر خمس سنين أو أكتر كمان لكن أنا كنت بتكلم عن خمس سنين تحديدا أو سبع سنين لأن الجينيريشن أو الأجيال بتتغير كل سبع سنين تقريبا يعني فلما نيجي نتكلم عن النادي الأهلي لازم الناس كلها تاخد بالها لازم كل من لا يشجع النادي الأهلي يرى إن هذه هي الحقيقة هذا هو الواقع إن النادي الأهلي مختلف إن النادي الأهلي في حتة تانية إن النادي الأهلي عمرك ما بتفكر إن هو يكسب هذه البطولة علشان أو الناس المسؤولين في النادي الأهلي بيفكروا بهذا الشكل فكروش يكسبوا البطولة علشان يكسب منه فلوسه كل حاجة ولكن أيضا علشان يخلي جمهوره مبسوط لما أي حاجة بتحصل حتى إعلاميا خلال قناة الأهلي أي برنامج جديد بيطلع لو فيه أي ملاحظات عليه دايما إدارة القناة بتعمل إيه إدارة القناة بتروح للملاحظات دي على طول وبتغيرها وبيتم تغييرها في ساعتها ما بيبقاش عندنا أي مشكلة في أي حاجة لأن الغرض الرئيسي من أي حاجة من أي حاجة المسؤولين في النادي الأهلي مجلس الإدارة الإعلام النادي الأهلي المسؤولين في إعلام النادي الأهلي المسؤولين عن كل ما يخص النادي الأهلي غرضهم الأساسي والرئيسي هو شيء واحد فقط وهو إن الجمهور يبقى مبسوط جمهور النادي الأهلي جمعية العمومية والجمعية العامة للنادي الأهلي فدائما لما بنيجي نتكلم إن النادي الأهلي الأول في كل شيء يظل دائما النادي الأهلي الأول في كل شيء جمهوره الواحد بيبقى فاهم هذا الأمر إنه ممكن تتعرض لانتقادات كثيرة جدا علشان الجمهور النادي الأهلي عايزك دايما نمر واحد عايزك دايما تفضل في القمة عايزك دايما تاخد بطولات هذا هو الفارق وما بين جمهور النادي الأهلي وأي جمهور آخر إنه لما جمهور الأهلي بينتقدك بينتقدك عشان أنت رقم واحد وعايزك تفضل رقم واحد لا تغيير في هذا الأمر وبالتالي كل أي حاجة بتحصل المسؤولين في النادي الأهلي بيعملوها بيعملوها لغرض واحد فقط وهو إسعاد جمهور النادي الأهلي أنا بس حبيت أتكلم في هذا الأمر لأنه أنا بشوف كلام رايح جاي خلال الفترة السابقة فيما يخص الرعايات ونشمعنا النادي الأهلي ورعايات يا جماعة ما حدش يقارن نفسه بالنادي الأهلي اوعد قارن نفسك بالنادي الأهلي أبدا اوعد قارن نفسك قارن نفسك باللي زيك أو باللي قريب منك لكن ما تقارنش حد أو ما تقارنش نفسك بالنادي الأهلي اللي بعيد عنك بكتير بكتير ومش بتكلم كلام إن هو أكثر بيجو مهور ولا الكلام لا 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 هذه هي الحقيقة هذه هي الحقيقة سمعوا مسؤولين الشركات الرعية بيقولوا إيه بلاش قناة الأهلي عشان قناة الأهلي بتتبع للنادي الأهلي فبالتالي بتقول الكلام اللي عايزه للنادي الأهلي وهذه هي ليست الحقيقة أيضا لكن أوكي احنا بنتبع طبعا للنادي الأهلي ولكن في النهاية لازم نقول اللي الجمهور عايز يعرفه لكن روح لرؤساء الشركات اللي بتتكلم عن أو بترعى النادي الأهلي شو بيقولوا إيه عن النادي الأهلي وعن مؤسسة النادي الأهلي وعن مجلس إدارة النادي الأهلي والاحترام المتبادل في التعامل مع النادي الأهلي موضوع بسيط لا يحتاج إلى أن أنت هتقرن نفسك بحد أنا عمري كنادي أهلي زي ما قلت لحضراتكم دايما النادي الأهلي دايما نرسه بتبقى عاملة كده لما يبص يبص كده عمره ما بيبص كده ده مش هيبص كده كمان اللي هو قريب منه ده أنت هتبص ده أنت عايز تعمل كده عشان تبص لأنه بعيد عنك جدا اللي تحتك بعيد عنك جدا والله هي ما بتكلم على حد لكن أنا بتكلم عن النادي الأهلي اقوى عتقرن نفسك بحد نادي الأهلي كجمهور كمؤسسة كنظام كالتزام كأخلاق كمبادئ انت كبطولات كأرقام كتاريخ انت في حتة وأي حد تاني في حتة بعيدة جدا 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 لغاية آخر الحلقة ممكن نقول جدا لأنه لما تيجي تتكلم عن الدوري مش هقول كام وكام الناس عارفة لما تيجي تتكلم عن الكاس مش هقول كام وكام الناس عارفة لما تيجي تتكلم عن دوري أبطال أفريقيا مش هقول كام وكام مش هقول الناس عارفة تيجي تتكلم عن كاس العالم كاس العالم مش هقول كام لانه مفيش ناحت تاني محدش راح كاس العالم غير النادي الاهلي فقط فبالتالي لا يمكن مقارنة النادي الاهلي مع اي نادي ولا جوه مصر ولا برا مصر في افريقيا على الاقل يعني وبرضه مش بقولي الكلام ده ولا تهكم ولا ان انا بقلل من حد ولكن والله العظيم هذه هي الحقيقة بالارقام وبالتاريخ وبعدد البطولات وبكل شيء